هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري عدد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب أكدوا خلالها على أن مشروع قانون حماية المسنين في إطار التوجيهات الرئاسية المستمرة بتوفير الحماية الاجتماعية للمعطين أعتقد أن المزايا اللي حنشوفها للمسنين في الفترة القادمة هي بتتماشى مع حزم الحماية الاجتماعية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أقرها في الفترة الأخيرة ومش بس كده نحن نشوف مزايا نفسيا ومجتمعيا وطرفيهيا حتى كمان مزايا عقابية لضمان حياة سالمة وآمنة لهذا المسن داخل الدولة المصرية قربنا إلى 7 مليون مسن في بلدنا وبالتالي بدأ لهم هذه الحقوق واجبة خاصة أنها بالفعل الدستور أقرها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أقرتها الكثير من دعوات فغامة الرئيس للاهتمام بهذه الفئة أيضا أقرتها وبالتالي واجب علينا خروج قانون لحقوق المسنين ويرعى احتياجاتهم وحقوقهم وكل ما يرغبون فيه ترجمة نانسي قنقر